اشتركوا في القناة شهد المعرض عددا من الاطلاقات الاقليمية لنخبة من السيارات والمركات العالمية من امريكا وكوريا والمانيا والصين واليابان اضافة الى تهافة الزوار على الموديلات الجديدة من السيارات بالنسبة للتنظيم والتنسيق والترتيبات صراحة كان شيء يعني مره مره فضيع وابدع فيه ما قصروا وجميع اخوان الشباب شغالين هنا بشكل ممتاز والله المعرض ممتاز جدا صراحة واحلم فيه التنظيم والامانة لكن في بعض فئات السيارات ما تشوفها هنا كنا نتمنى لو كان المعرض اشمل واكمل بالرغم انه فيه مشايف انك تعبان ماذا رجلك كسرت ولا اش اللي صار عنده رباط صليب كمان بالرغم رباط صليب يعملية وجديد كمان المعرض ايهو تقييم العدد سينوية كل سنة بجي المعرض هذا بشوفها سيارة جديدة بتنزل خلال العام كامل تشوفها احداث كاملة ايش بتصير في عالم السيارات ايش السيارة الجديدة ايش السيارة التعديل كل حاجة واستمتع الزوار على هامش المعرض بمتابعة العديد من الفعاليات والانشطة المخصصة للشباب وعروض حياة لسيارات الدفع الربعي والدراجات النارية والسيارات المعدلة والله احب الموديلات في قديمة وهي ممكن رابع سيارة عدلها وهذه من موديلة 74 مبالا وتعديل ان شاء الله كيفية جاي اتفرج اشوفها ابداعات الشباب السعودي ايش يعني باخذ افكار وحاولها احطها في سيارة تعدلها هذه هواية منذ الصغر يعني هذه ما هي اول سيارة عدلها من ناحية التكاليف احنا حطيها ميزانية شهرية خاصة غير التعديل اللي قد سوينا يعني تخش في القطب لازم انك تحط لك ميزانية شهرية من الراتب ال 23000 بس صيانات بسيطة بالنسبة للقطع اللي عندي كلها طالبة انا من امريكا شركات عالمية الحمد لله شاهدنا اكبر تجمع للثيارات وشركات الثيارات والمهتمين بها من بين الثيارات المعدلة كانت خاتمتنا لجليدة المدينة ايمن خضر جدة